بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة معكم الدكتور فيصل سالم الهيشري سنواصل إذن شرح مقرر كيميو عضوية واحد وسنتابع إذن شرح ميكانيكية الاستبدال النكلوفيلي أسن واحد في الجزء الثالث التالي إذن سنلاحظ أن تفاعل الاستبدال أحادي الجزائية يتكون من خطوتين الخطوة الأولى وهي خطوة بطيئة تتمثل هنا في كسر الرابطة بين الكاربون والهالوجين في الكيل هاليد وهذا الكسر هو كسر غير متماثل لتكوين الكاربوكاتيون وأيون الهاليد ثم في مرحلة ثانية وهي خطوة سريعة وتتمثل هذه الخطوة السريعة في تفاعل النيكلوفيل مع الكاربوكاتيون الوسيطة الذي تحصلنا عليه في المرحلة الأولى لتكوين ناتج الاستبدال إذن سنقوم هنا بشرح إذن سبب تسمية هذا التفاعل بميكانيكية الاستبدال أحادي الجزائية إذن كما سبق وقلنا أن هناك مرحلتين المرحلة إذن قلنا كسر هذه الرابطة إذن وخروج إذن إيون الهاليد كما تلاحظون وتكوين إذن الكاربوكاتيون الوسيط هذه المرحلة هي مرحلة بطيئة لأنها تستوجب إذن أكثر وقت وزمن أطول لكسر الرابطة بين الـ R والـ X إنما المرحلة الثانية بعد تكوين الكاربوكاتيون هنا الغير مستقر هذا الكاربوكاتيون الغير مستقر سيتفاعل بسرعة مع النيكلوفيل لتكوين إذن الناتج الاستبدال المستقر هنا الـ R مع النيكلوفيل إذن هذه المرحلة هي مرحلة سريعة إذن بالتالي فسرعة المرحلة الأولى إذن V1 أصغر بكثير من سرعة المرحلة الثانية V2 إذن ناتج هذا التفاعل أو مجموعة إذن هذه المراحل تعطينا إذن الكيل هاليد مع النيكلوفيل تعطينا إذن الناتج الاستبدال R النيكلوفيل وإذن إيون الهاليد المستقر إذن سرعة التفاعل الجملي هنا V تساوي إذن سرعة المرحلة البطيئة إذن وتسمى إذن كما قلنا V1 المعادلة هنا بالنسبة لسرعة المرحلة البطيئة تساوي V1 يساوي ثابت السرعة ضارب تركيز إذن المتفاعل هنا R X إذن S1 هنا إذن ماذا نستنتج هنا من خلال هذه المراحل ومن خلال سرعة تفاعل الاستبدال نلاحظ هنا أن هذه الميكانيكية سميت بأحادي الجزائية نظرا لأن سرعة التفاعل كما تلاحظون هنا سرعة التفاعل إذن كما تلاحظون هنا V تساوي V1 تساوي ثابت السرعة ضارب تركيز إذن هاليد الألكيل S1 فبالتالي إذن سرعة إذن نلاحظ هنا أن الميكانيكية سميت بأحادي الجزائية S1 نظرا لأن سرعة التفاعل مرتبطة فقط بتركيز هاليد الألكيل كما تلاحظون هنا إذن هنا واحد إذن ينطبق هذا الواحد على إذن على كونها السرعة هي مرتبطة فقط بتركيز هاليد الألكيل فقط فسميت إذن بأحادي الجزائية ميكانيكية السدال أحادي الجزائية نمر الآن إلى شرح العوامل التي تدفع إلى هذا النوع من التفاعل والتفاعل السدال أحادي الجزائية العامل الأول وهو نوعية هاليد الألكيل نوعية Rx إذن كلما كان الوسيط هنا مستقر المتمثل هنا في R موجب بعد عملية كسر هنا وقلنا إذن X سالب إذن كلما كان إذن R الوسيط هنا مستقر كلما كان هذا التفاعل يدفع نحو ميكانيكية التفاعل SN1 إذن سنشرح متى يكون الـ R أو الـ K يكون مستقرا بعد عملية الكسر إذن في حال هنا المثيل مثلا H H H H هنا وشحنة موجبة سبق وذكرنا أنه استقرارية الكاربوكاتيون تتأثر مباشرة بالتأثير التحريذي للعناصر المرتبطة في الروابط هنا وقلنا أنه بالنسبة للمثيل الذي يحتوي الشحنة الموجبة هنا يتميز إذن باستقرارية ضعيفة مقارنة بالـ L الـ 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 L مثلا هنا لو يكون عندي مثلا H H مثلا وهون H وهون مثلا C H 3 وسبق وشرحنا ذلك أنه هذا إذن أكثر استقرار نتيجة التأثير التحريذي الدافع لمجموعة الميثايل مقارنة بالهيدروجين فبالتالي الكاربوكاتيون هنا أكثر استقرار ثم إذن ترتفع استقرارية الكاربوكاتيون كلما كانت السلسلة هنا السلسلة الكاربونية هنا أطول فمثلا لو قمنا باستبداء C H 3 بـ CH 2 C H 3 هنا بطبع الحال إذن سيكون أكثر استقرار الكاربوكاتيون هنا سيكون أكثر استقرار وسنلاحظ أنه استقرارية الكاربوكاتيون هنا ترتفع كلما كانت المجموعة إذن أكبر فمثلا إذا كانت هنا لدينا مثلا كاربون تحمل إذن ثلاثة مجموعات مثال مثلا في هذا الشكل أو تحمل ثلاثة مجموعات الكيل حيث تسمى بالكيل ثلاثي هنا فبالتالي هذا الكاربوكاتيون يصبح إذن أكثر استقرار إذن R1, R2, R3 إذن الكيل ثلاثي هنا إذن فهذا الكاربوكاتيون إذن أكثر استقرار فبالتالي هذا الوسيط إذن يساعد على تفاعل استبدال أحادي الجزائية إذن إذا كان لدينا الكيل هاليد بهذا الشكل إذن فسيؤدي بالحال إذا أسن أسن واحد كذلك الأمر بالنسبة للآليليك الآليليك يعني رابطة ثنائية ثم CH2 ثم X فكذلك هذا المركب يؤدي إلى تفاعل استبدال أحادي الجزائية لأن الوسيط الذي نتحصل عليه من خلال إذن كسر هذه الرابطة يؤدي إذن كما تلاحظون هنا سيؤدي إذن إلى رابطة ثنائية إذن هنا CH2 CH مثلا هنا وCH2 موجب فبالتالي إذن هذا الكاربوكاتي المستقر نتيجة لإمكانية إذن انتقال هذا الزوج إليكتروني إلى هنا والحصول على أكثر من شكل ميزوميري فبالتالي إذن نتيجة للرنين فهذا المركب يعني هو مستقر كذلك الأمر بالنسبة للبنزليك يعني البنزليك يعني هذا الجزء هذا الجزء إذن يعني خلال كسر الرابطة هنا يعطينا كذلك وسيط مستقر ومستقرارية هذا الوسيط نتيجة كذلك لظهور أشكال ميزوميرية متعددة من خلال انتقال الزوج إليكتروني هنا حيث يصبح الكاربوكاتيو المستقرا هنا من خلال إذن انتقال الأزواج الإلكترونية والتي سبق وشرحنا ذلك في المحاور السابقة